بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أيها الأبناء والبنات الطلاب والطالبات في الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس القرآن الكريم حسب منهج تحفيظ القرآن الكريم في هذا الدرس وفي هذا اليوم إن شاء الله سوف نتلو ونتعلم تلاوة آيات من سورة الشعراء من الآية الخامسة بعد المئة إلى الآية الأربعين بعد المئة إن شاء الله تعالى أهداف درسنا أولا طلب الأجر من الله تعالى أن يقرأ الطالب والطالبة الآيات يطلبون الأجر من الله عز وجل يريد للأجر منه بتلاوة هذه الآيات لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة أيضا من هداف درسنا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء أن يتلو الطالب والطالبة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء ولا يتم ذلك إلا بالتأني والتمهل أثناء القراءة كذلك النظر والتركيز على الكلمات القرآنية وعلى الأحرف والحركات يعني لا أقرأ أي حرف إلا بعد النظر إلى الحركة التي عليه لكي أقرأ قراءة صحيحة أيضا من أهداف درسنا تطبيق وأحكام التجويد أن يطبق الطالب والطالبة تلاوة الآيات بأحكام التجويد التي أخذناها في دروس التجويد أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة وسنطبق وسنكتشف إن شاء الله ونستخرج من الآيات هذه الأحكام ونطبقها إن شاء الله أيضا من أهداف درسنا التلاوة بتدبر وخشوع أن يقرأ الطالب والطالبة الآيات متدبرين خاشعين لله عز وجل عند تلاوة هذه الآيات لنفهم كلام الله ثم نعمل به بعد ذلك آداب تلاوة القرآن الكريم كما تعلمون لتلاوة القرآن الكريم آداب أولا الطهارة أتوضى قبل تلاوة القرآن ثانيا الإخلاص لله أنوي بهذه القراءة وجه الله عز وجل وطلب رضاه والأجر منه عز وجل أيضا من الآداب الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة بتأني أيضا وتمهل ومن الآداب تحسين الصوت بالتلاوة كذلك البسملة من آداب تلاوة القرآن الكريم أبدأ البسملة يعني أبدأها في أوائل السور كما تعلمون أيضا القراءة بتدبر لنفهم كلام الله عز وجل ونعمل به من الآداب كذلك من الآداب التسبيح عند آيات التنزيه الآيات التي فيها تنزيه لله وتسبيح له وذكر أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه نقول سبحان الله ثم نكمل القراءة كذلك من الآداب سؤال الله من فضله عند آيات الوعد بالرحمة والمغفرة والجنة نقرأ ونطلب من الله من فضله كذلك الاستعاذة بالله عند آيات الوعيد آيات الوعيد يعني التي فيها وعيد بالعذاب أو بالنار إذا قرأناها فإننا نستعيد بالله من عذاب الله الآيات سوف نترى إن شاء الله تعالى هنا هذه الآيات تتكلم عن الأنبياء عليهم السلام وكيف دعوا أقوامهم وكيف رد عليهم أقوامهم الآن بارك الله فيكم أولا سأقرأ لكم الآيات الآيات سهلة جدا ويسيرة أولا أقرأ لكم الآيات ثم نبين الكلمات التي تحتاج إلى بيان وأن نستخرج بعض الأحكام التجويدية التي درسناها ثم نطبق ونقرأ الآيات بالتجويد والترتيل إن شاء الله تعالى فكونوا معنا نركز وننتبه ولا ننشغل بأي شيء آخر غير القرآن الكريم ننظر إلى الآيات ونقرأ حينما أطلب منكم القراءة وتستمعون وتنظرون للكلمات القرآنية لكي تقرأوا قراءة صحيحة خالية من الأخطاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون الآيات سهلة ويسيرة ننتبه للحركات كذبت قوم بالضم قوم نوح ثم نأتي بالتنوين قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين هكذا نقرأها هذه الآية الكلمات سهلة جدا لاحظوا معي هنا كلمة أسألوا اللام عليها ضمه وما أسألوكم أسألوكم ننتبه للضم في حرف اللام وما أسألوكم طيب كلمة أنؤمن لك ننتبه للحركات أيضا كلمة حسابهم إن حسابهم لاحظوا الضم في البا والها إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون هكذا بارك الله فيكم طيب الآن بارك الله فيكم لاحظوا معنا عندنا النون المشددة دائما تأتي في القرآن نغنه بمقدار حركتين في القرآن كله إني لكم رسول أمين طيب عندنا النون الساكنة أخذنا من أحكام نون الساكنة الإظهار وأيضا الإضغام والإخفاء والقلب هنا نون ساكنة أتى بعد حرف الهمزة والهمزة من حروف أحسنتم الإظهار إذن نظهر النون نظهر النون لذلك نجد النون عليه علامة السكون رأيتم لأن حكمها الإظهار ستجدون علامة السكون على حرف النون من أجرين إن أجرية إذن النون الساكنة إذا كان حكمها الإظهار ستجدون علامة السكون أيضا هنا حكم إظهار إن حسابهم الحام من حرف الإظهار إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إذن الآن سنقرأ الآيات جميعا تقرأوا معي الآيات أولا يقرأوا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأوا الاستعاذة أحسنتم نقرأ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون أحسنتم اقرأوا معي إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون آيات سهلة ويسيرة نكمل الآيات ركزوا مع هذه الآيات أولا الآن استمعوا وانظروا إلى الكلمات والحركات وما أنا وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الآيات سهلة يسيرة لاحظوا معي حينما وقفت عند كلمة أنا وقفت بالألف ونطقت الألف مثلها هذه أنا لما نقف عليها نأتي بالألف ولما نصلها بما بعدها نحذف الألف ونأتي فقط بالنون المفتوحة لماذا؟ لأن عليها هذه العلامة هذه العلامة تدل على أن الألف التي عليه الألف الذي عليه هذه الدائرة يعني أن الألف لا ينطق في حالة الوصل بل ينطق الألف في حالة الوقف وما أنا إن أنا لما نقف لما نصل لا تسقط الألف ونأتي فقط بالفتح في النون وما أنا بطارد إن أنا إلا أرأيتم؟ هكذا نقرأ هذه الألف إذا كان عليها هذه العلامة كلمات الأخرى لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوْحُ تَنْتَهِيَا لاحظوا عندنا كسرة في الهاء ليست ياء فقط نأتي بالكسرة لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوْحُ لَتَكُونَنَّ 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 ننتبه أيضا للنون المشددة أيضا عندنا هنا أيضا الكلمة وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ لاحظوا الدَّال تحت كسرة لا نحولها إلى أيام بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ كسرة فقط لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوْحُ كسر فقط مثل هذه قال رَبِّ إِنَّ رَبِّ إِنَّ لَنَأْتِي بِهَيَاءِ لا يوجد ياء فقط كسر رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ طيب لاحظوا معي وَمَمَّعِيَا الياء التي عليها الفتحة نأتي بفتحة وَنَجِّنِي وَمَمَّعِيَا الْوَا وَوَصِّلَهَ نَأْتِي بِهَا وَوَصِّلَهَ نَأْتِي بِهَا في حال الوصل وَمَمَّعَهُ فِي الْفُلْكِ إذن نقرأ على بركة الله تقرأوا معي الآيات سهلة يسيرة عندنا الأحكام التجويدية هنا حكم ما هو ذكرناها قبل قليل إظهار النون الساكن طيب عندنا لا إلم لاحظوا النون لا يوجد عليها علامة السكون لماذا؟ لأن يعني أنها لا تنطق النون هنا سيكون حكمها إما إضغام أو إخفاء ننظر لحرف الذي بعدها بدأ حرف اللام واللام من حروف من حروف يرملون الإضغام قالوا لإلم لإل مباشرة إضغام النون في اللام طيب ننتبه لهذا الإضغام أيضاً عندنا هنا تنوين أتى بعدها حرف الواو ما الحكم هنا؟ الواو من حروف يرملون إذن إضغام التنوين في الواو فتحا و بل من حروف ينمو حروف الإضغام بغنة أيضاً ومن معي لاحظوا عندنا النون ساكنة أتى بعدها حرف نون ساكنة أتى بعدها حرف الميم والميم من حروف ينمو إذن إضغام ومن معي أيضاً ومن معه كذلك هنا أيضاً إضغام إذن ننتبه لهذه الأحكام نطبق الآن يقرأوا معي الآيات نبدأ على بركة الله وما أنا يقرأوا بالمد أحسنتم الآن سنصل ونسقط الآلي وما أنا بطارد المؤمنين نكمل إن أنا إلا نذير مبين قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعْيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةِ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بارك الله فيكم ننتقل إلى الآية التالية أيضا نقرأ مثل ما قرأنا استمعوا الآن لقصة قوم عاد كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون الكلمات سهلة كذبت عاد المرسلين عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون طيب هذه سهلة جدا كما بين لكم في الآية السابقة وما أسألكم اللام عليها ضمة كذلك إن أجري الياء المفتوحة كلمة ريع ريع كلمات سهلة أيضاً لكلمات تخلدون اللام المضمومة لعلكم تخلدون لعلكم تخلدون إذن كلمات وإذا بطشتم بطشتم جبارين ننتبه للباء المشددة إذن نقرأ على بركة الله آية سهلة جدا يسيرة سنقرأها سويا اقرأوا معي الآيات السهلة اليسيرة كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون آيات سهلة جدا الآن ننتقل إلى الآية التالية سأقرأ لكم وأنتم تستمعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بارك الله فيكم كلمات سهلة يسيرة كلمة أمدكم أمدكم أيضا كلمة سواء بالضم سواء ضم الهمزة أيضا كلمة أوعظت 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 كلمة سهلة أيضا كلمات خلق بالضم كل الحروف بالضم إلا خلق الأولين إلا خلق الأولين سهلة جدا كلمات أكثروا بالضم الراب بالضم أكثرهم وما كان أكثرهم بارك الله فيكم الآن نقرأ سويا ركزوا وقرأوا معي واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بارك الله فيكم ونفع بكم وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم يقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إذن يقرأوا الآيات يقرأوا القرآن من المصحف المعلم وتعلموا القراءة المجودة المرتلة إلى أن نلقاكم في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر